احتفى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياض رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمعالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيس الاتحاد الأسيوي لكرة القدم نائب رئيس الاتحاد الدولي بحضور عدد من المسؤولين في المجالين الشبابي ورياضي ورؤساء الأندية وخلال اللقاء أكد سمو على دور معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم الذي يعتبر من الشخصيات البحرينية التي تمتلك كفاءة احترافية متميزة في مجال كرة القدم الأمر الذي منح ثقة الأسرة الكروية الأسيوية وحملته أمانة كبيرة في قيادة الكرة الأسيوية إلى تحقيق المزيد من النجاحات وتحقيق أمال وطموحات كرة القدم الأسيوية والعمل على تطويرها بما يجعلها قادرة على تحقيق التنافس مع مختلف قارات العالم وأضف سمو الشيخ ناصر بن حمد أن معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم كان خير سفير للبحرين في انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم ومثل المملكة بصورة مشرفة في تلك الانتخابات الأمر الذي عكس ما يتمتع به من مكانة عالية في الوسط الرياضي الكروي العالمي وأكد قدرة الشخصيات البحرينية الرياضية على التنافس للوصول إلى رئاسة الاتحادات الدولية الرياضية المختلفة وأشار سموه بأن معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم خاض انتخابات الاتحاد الدولي بتنافس شريف وأقدم برنامج انتخاب متكامل لعادة الثقة إلى المنظومة الكروية الدولية وعلى صعيد الكرة الأسيوية قال سمو الشيخ ناصر منذ نيل معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم ثقة الجمعية العمومية للاتحاد الأسيوي قام بالعديد من الخطوات التي أعادت الوحدة والاستقرار إلى الكرة الأسيوية وجعلت من اتحادات الوطنية تلف حول الاتحاد الأسيوي ونحن على ثقة بقدرته على تفعيل الرؤى المهمة الجديدتين للارتقاء القاري عبر خطة بعيدة المدى تصب في خانة ترحيب الأهداف المنشودة لزيادة شعبية لعبة كرة القدم في القارة الأسيوية من جانبه أعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم عن شكري وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على وقوفه الدائم معه في مسيرته بالانتخابات ومن ثم انتخابات الاتحاد الدولي لكرة القدم الأمر الذي يؤكد حرص سموه على دعم الشخصيات البحرينية لنيل المناصب العليا في الاتحاد الدولي وهو الأمر النابع من توجيهات القيادة الرشيدة مشيرا إلى أن مساندة سمو الشيخ ناصر الأثر الأكبر فيما حققه من إنجاز كبير على المستوى الأسيوي والدولية موسيقى